عندي ذرا زي ما قولنا هنا همجزة بنعمل على الصماء اللحمة بتوصلكش عادة كده زي اي لحمة اللحمة بتمر بمراحل مختلفة بعد التشفية بتخش في مرحلة التنضيف مرحلها التنضيف زي ما حضراتكم شايفين كده بيبدأ يتشار منها اي دهن واي شغط يعني الحاجات دي كلها طارعة من اللحمة لازم ديال لحمة تبقى حمرة كده اللحمة تبقى حمرة كده تيجي لحضرتك كده بعد التنضيف بتخش بقى في مرحلت التغليف وزي ما احنا قلنا ومعتدين ان التغليف عندنا ازاي التغليف عند الجزاري الجزار بتروح له بيديك اللحمة في الكيس وبتاخدها وبتمشي انما احنا عندنا التغليف حاجة تانية بيبقى ليه بنغلف عشان اللحمة تفضل معاك عرف في التلاجة ودرجة حرارة زيرو تفضل اربعتاشر يوم وزي ما هنشوف مع بعض دوقتي التغليف لازم طبعا نصفر الميزان كده عشان الطبقة ده بيد وزنة وعندنا الاوزان اصلا احنا بنعمل اا يعني انت ما بتيجي تطلب تقدر تطلب من اول نص كيلو يعني ده نص كيلو هو خمسةاشر جرام تمام ناخده كده خطه في كيس كده نص كيلو اهو بيجي لك كده طبعا طبعا دي مرحلة الفاكيوم في ناس ما تلعبش يعني ايه فاكيوم ده شفت الهوى من اللحمة ده اللي يخلي اللحمة معاك تفضل معاك في ريش لمدة اربعتاشر يوم بدرجة حرارة زيرو عشان هي مفهاش هوا الكيس بيتشفت منه كل الهوى اللي بيبقى فيه زي ما احنا شايفين كده اهو بعد اما اتشفت منه الهوى كده بقى تكون جاهزة انها توصل لحضراتكم وبتيجي بنفس الجودة بنفس كل حاجة مفهاش اي تغيير احنا ما عندناش حاجة مميزة وحاجة مش مميزة كل الحاجات بتطلع نفس الاستنبة كده بتوصل لنفس الناس كل حاجة عندنا حاجة واحدة ما فيش ناس بيوصل لها حاجة معنا وفي ناس بيوصل لها حاجة تانية وحشة وحاجة حلوة كله نفس الحاجة اختلافنا فقط بيبقى في القطعيات وزي ما قلنا ان الكيس ده بيبقى نص كيلو يعني معنا بيبدأ كده الاسعار بتبدأ من اول متين وعشرة لحد متين وستين عندنا اكتر من ستة قطعيات تقدروا تشرفونا في اي وقت لو انت برضو في ناس تبقى لانا من التوصيل حابنوصل لحد باب البيت الحاجة بتجي لك نفس الجودة في ناس برضو تبقى لانا تقدر تشرفنا في المقزر وتشوف النعمة ايه تدبيح قدام عينيك وتشوف كل حاجة النظافة والجودة والتغليف وتاخد حاجتك وانت متمن عنواننا محافظة الغربية مركز زفتة قرية مسجد وصيب